لكل من يعاني من العين الحسد السحر سواء سحر الصور او المقابر او غير ذلك والفلوس ديانو ما كيبنوش عليه وصحتو اللور اللور وديما مشكل وديما مريض ومشاكل في الدار عليك بهذا الفيديو هذا لأول مرة غدي نتكلم على هذا الموضوع ولأول مرة غدي تحط في القناة الموضوع في غاية الأهمية غدي تشوفوا الإعجاب فهذا الفيديو هذا فقط تبعوا معي غدي نوضح لكم نقطة أساسية اللي كل شي كي يقلب عليها وكل شي كي يتسأل عليها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وخواتتي مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد والموضوع دي اليوم مهم بزاف 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 وتطلبوني لي بزاف وستنتوا هادي شحال اليوم غدي نتكلموا على واحد المشكلة يعني منه واحد فيئة كبيرة ديالناس كبار وصغر ورجال ونساء اليوم غدي نتكلموا على واحد المشكلة ديال السحر الشعواذة العين الحسد بزاف ديالناس مراد في صحتهم معكسلهم الأمور بزاف ديال الحاجات عندهم في حياتهم يعني مقلوبة فهاء لها لدرجة أنها تؤدي لواحد المشاكل الأسرية ونفسية كبيرة بزاف تتؤدي لشي مشاكل خيبة بزاف اللي كي تواصلوا معي على الخاص خصوصا في واتساب وانستغرام كي يقولوا لي بأننا مشاكل في ضيق الرزق لدينا مشاكل في هذه القيناة في الباب هذه وقعت لنا هذه هنا لشخصنا لتجؤوا 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 للرقية طبعا لتجؤوا للذكر لتجؤوا للصالة ودائما لتشاركوا معكم وتنقولوا لكم ولكن كان بعض الحاجات اللي دلنا فيهم ربي سبب يعني أننا نتشفوا بهم أو أن الأخذ والأسباب كما تنقولوا إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى هاد شي لا شك فيه وستطروا ليه وما فيش نقاش لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني ما كانت تشي حاجة أخرى تقتلك أو تحييك أو تمردك أو تبريك من غير الله سبحانه وتعالى المما يتعدون به ولكن أي أنظر بكم هادل بالأسباب مثلا لتقنقوال الرقية ينضرون فيه وارق الصدر فهذا أخذ بالأسباب تقنقوال الجيد العاشق نضرون الحلتيت هذا أخذ بالأسباب فاذا نقولوا الإلاج الساحل المأكل وجمities روض نضرون الغاسول أخذ بالأسباب يعني خلق لنا تعشيب وشيES ومعادن اللي فيها واحد شفاء واحد الرحمان لنا كما اخلق فيها الدع خلق فيها الدع صعIM أربي ما كيخلقش داء حتى كيخلق الدواء لأنه راحين بالعيبات دياله هنا غد ندروا على بعض الناس اللي غد يقولوا بأن الدون أو هاد المادة هاد اللي تتسمى الرصاص راه خطر أو مش مزيانة أو شعوادة أو غير ذلك مل هاد راه مخفاكم وغد تلقاي هذا اللي غد يكتبها بكاك أو اللي غد يقولها بكاك راه ديره سنقول لكم بأن القناة المعروفة الغنية على التعريف ديال الأسرار العارفين هذا كسيد لي فيها قال بأن خاص للناس تعجبه لأنه لا يوجد شيء آية أو شيء حديث يحرم أننا نتعجبه بالرصاص أو الدون هذه حاجة نهضروا على تجارب تجارب ديالناس كيف يحسوا بعدما يديروا هذا يحسوا طبعا بالراحة ومزيان للناس الذين عندهم سحر الصور ومزيان للناس الذين عندهم سحر المقابر ومزيان للناس الذين عندهم الأين والحساد وذلك الآية وذلك التقل يكون عندهم في الأجسام ديرهم كل موضوع ديالنا اليوم سيكون على هذا ولكن راه فيه واحد حاجة التي يحرم حداري من أنكم تديروها لا يقولون أنهم لا يوجد إلاج كين والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم مخلقت داء تخلق له الدواء ودائما تبقى الأخذ والأسباب تنقول لو تنعودها ولكن كينوح الحاجة يديروها المشاويدات وتديروها الناس الذين يمشين مزيانين وتقولوا بأنها لا صالحة وكينونا سوف نوضحها لكم إن شاء الله في هذا الفيديو يعني باش أني ننصوبوه ونديروه ضروري استيانا بالرقيا وهذا الشي هو اللي سوف نريه لكم دابا وضروري من بعض الشروط خصتكم توفرم وأنا سوف نطبق معكم إن شاء الله الوصفة من قطع الزيد ونريكم ما هي الحاجة التي لا يجوز تديروها سوف نسرع لكم الفيديو إن شاء الله ما سوف نعطي لكم ولكن رحكين ميتقال شوفوا كيف نكونوا كنهضروا على علاج بشي حاجة رهما شيء سوف ندخلوا في الموضوع مباشرة في دون مقدمات لا ضروري من المقدمات باش أنا تنعلمك في القناة دينا عالم أم ياسين ماشي كنعطيك هذه زائد هذه تساوي هذه تنعطيك كيف تصعبها بوحدك كما تقول المثال لا تعطيني سمكة ولكن أعلمني كيف نصيدها فهمتوني ماذا أريد أن أقول لكم؟ ولهذا تنقى تنشرح وتنعود باش الناس تتفهم كيف تدير كل شيء بوحدها هنا سوف نقول لكم واحد حاجة وقبل ذلك سوف نطلب منكم اللايكات لأن الصراحة ليس كايمين لا سوف نقول لا ولكن لا يوجد اللايكات لماذا الله أعلم؟ طالما كنت تفرجوا بك الفيديو برك على هذه اللايك لم أخسرت فيها تشي حاجة لأنه تنضير واحد مجهود كبير بزب 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 باش كنجيب لك دائما الجديد والمفيد وتنفكر فيكم في الأسرة كاملة يعني تنعطيكم وصفات الجميل وعلاجات لكم والوليدات ديلكم إذا أقل حاجة الدراف حقي هي أنك تلايك الفيديو وتبارتاج القناة وتبارتاج الفيديو مع الناس مشاكلات تتأم الفائدة سوف نتكلمون كما قلت لكم على واحد الحاجة التي لا تنضيرها في ألدون هي أنك تقرأ ذلك الحروف وذلك الرموز التي تكونوا بعد ما كانت تطفى وهذا تدخل في الشرك و تدخل في علم الغيب ما أنه لا تنضير به نتقلب أنك تبرا و لا تقلب أي شيء أخرى كيف يكون دار لي وفيين دار لي وفيين دار لي وإلا هذا أنهم يتطفى وأنا سأخبركم ويبقوا ويقولوا هذا جدول لهذه تصورات عين لهذا تصور جساد لهذه إبرا لهذا تدلك في خيط لهذا راسبوب لا يوجد أي شيء أخرى لكي تفهموا هذا المعدن سيكون جيدا سيكون دخل في الصناع الأسلحات والسيارات والمثال التي يعملونها فيه يعني جيدا نفعل الناس حتى البخار والدخان جيدا نفعل الناس ولكن كما سنبدأ نقرأ لا أعلم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى من غيرك الداب أعلم لكي تفهموا يعني مثلا أن ورق سيدر مزيان لأننا ندوشه به ونضر به الرقية ولكن أنا نقرأه ونشكله حارا لكي تفهموا نريد أن نتألجوا لا نريد أن نشاركوا أتمنى أنكم تكونوا فهمتوني ندوشه مباشرة لتطويق الوصفة سنأخذ البنات هذه اللون سنأخذوا واحدة كمية سنأخذوا هذه اللون سنأخذ هذه اللون سنأخذها ونشكلها لكي ترسلها في واحد الإناء الذي سيكون قديم سنأخذها بحلقة هذا طبعا بسم الله ونرىكم كيف سنأخذها سنأخذ واحد إناء نحاس أو عندما لديك مقادر سنأخذ أي مأدن كان لديك في الضار سنأخذها البنات أو الابن في الضار سنأخذ المصال سنأخذها طرف سأخذي الكني سنأخذها الآن ونقربه من فم حال هذا و ستقرأ له هذا الشيء الذي سيقول لك أولا نقرأ الصلاة على النبي 19 مرة هذه رأي معروفة لأنها كالدار بداية كل رقيف و بداية كل الإلاج ضرورة من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام 19 مرة ثانيا بسم الله 19 مرة ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما أملوا من أمل وجعلناه هباء من ثغرة سأكتبها لكم التحت بشاكلات تستطيعون تسجلها و قولها غير مرة واحدة ثم ستقرأوا الإخلاص ثلاثة مرات لمؤويدتين ثلاثة مرات و آية الكورسي ثلاثة مرات إلا قدرتوا سبعة 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 يكون أفضل و أحسن كما قلت لكم هذا الإناء النحاسي أو المأديني الذي لديكم قربوه للفم و لا تقرأوا بصمت الصدر قربوا بالجهب ثم ستحيدوه من هنا و ستجيبوا واحد الإناء أقديم و ستجيبوا البنات هذا الإناء أقديم لماذا؟ بحال هذا يجب أن يكون في الدار التبريمات التي نريد أن نغلوهم السباق الشعار الأشوب أي شيء نريد أن نفعلها بحالها تشكل و لا يجب أن نخسروا كل مرة إناء واحد يجب أن يكون خاصة هذا بحال هذه الأمم بحال هذه الأمم سنأخذها البنات و ستجيبوا في هذا الطرف و سنحلوا الأشكل بحال هذه الأمم بحال 12 لا يوجد شيء هنا بحالة و أخذره بحالة هذا ليس مشكلة فهو نسربه و لن يتعطب لنا في المرة الأولى ستجيبوا و ستجيبوا فهو نتعطب و ستجيبوا بحالة منذ 10 ساعة و 40 دقيقة سننضغل حالة و سنضيفه فوق النار وسنجعله يغليب حتى يدب لكي أنا باقي المراحل في الحال هذا ستجدوا حتى يسخل الإناء حتى يسخل بحالة نضيف و نجعله ثم سنجد سوف نقصه على الأفئة قليلا ونجعله في المطبخ حلو السراج من دائركم ونجعله افتاده سوف ندر معكم مقطع آخر لكي ترى كل شيء ويأتيكم بشيء سهل لا يصب عليكم بشيء وما ترى الناس التي تقرأه وتشكيله وشوف يدعين قداش وشوف يدعين قداش هذا البخار هو اللي مزيان للإنسان وهذه الطاقة اللي فيه زوين هذا وليكين لأنه صنع الله سبحانه وتعالى بلا ما تدمجوه مع شيء أخرى وخلطيه مع العشبال فلا نية وداية 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 الدون بوحده كافي إن شاء الله بإذن الله فقط تكون نية والنية تكون خالصة على وجه الله تعالى ويكون الأخذ والأسباب أنا تقولها أن ربي ولا سوف يشافك تكون في النية ديالك الداخل ربي شافيني من سحر من عين من مس من أي حاجة كدرني يا ربي شافيني شفاء تم إن شاء الله بإذن الله لكي يمشون الأمور أولا بدأك يدوب معنا البنات بدأك يطيح أنا سأرجع معكم دابة قليلا شوفوا بعدما بدأك يدوب شوفوا دابة قليلا دابة قليلا دابة قليلا دابة قليلا نجلب أبانات واحد سطل يكون كبير ونجلب هذا الإناء يستحسن يكون هذا هكذا ونضعه هنا الإشكال في هذا الماء يجب أن يكون مادية البيئر أو مادية البيئر أو يستحسن أو يكون مادية الزمزم سوف نعمره باستخدامه لنضعه ونعود هؤلاء البنات سوف نحل باقي سخون نحل الرجل باستخدامه لا تخاف منه بسم الله بسم الله اللهم لا يشافيش فينا يا رب العالمين ما هي البنات؟ سوف نقول لكم نسيت ما بلتش لكم هنا واحدة التي نسيت هي إذا كنت تدرى أقدام حلية مثلا السنثلة السمطة والشعر سوف تبخري البنات سخون هنا الغلط هو أننا نقرأ هذا بشار هذا سبوب هذا حرز هذا سيحر هذا حرام يعني بلا ما تقرأ هذا سوف تشده بحلقة ذا وسوف نرجعه للنفس الإناء وسوف نعوده الأمليات بعض المرات أو ثلاثة ديام المرات يستخدم أنه هذا الشيء سوف تديره منهار الخميس منهار الخميس لا تديره انتم ما شاهدون هذا الشيء اللي طح منه سوف نرده كل الشيء اللي طح سوف نرده لا تخافوش أنه سوف تشكير بطماتيكم سوف نقرأ ونرده لأمليات التي يمكنكم ثلاثة أو سبعة ديام المرات هذه المرات سوف نقوم بها لتصبح مقارنة سوف نرده ونجمع سوف نرده سوف نستمر سوف نرده بحلقة البنات ونضفل ونضفل من بعد هذا الماء سوف نتخلص منه لكي لا تنظروا فيديو وأيضا هنا عندما تنظروا في هذا المرات وإن المشاط وإن المشاط سوف تنظروا أن يتم تنظروا في مكان الذي لا يزال من الناس ونخلطوا يجب أن نرده مالحظة من هذا المنطق سوف تنظروا من الخلط من المداد من خلاص تغير في صحتك و تحسي بأن الأمور ديلك الحمد لله بجهة الله سبحانه وتعالى بدأت كي تسر أثناء الأملية يستحسن أنكم تقرأوا القرآن اللي عرفته و اللي حفظينه و اللي قرينه حفظوا قولوا خدموا القرآن إحداكم و تكون نية خالصة لوجه الله بقلب صافي بأن الله هو الشافي ماشي شحة زفراء لا إله إلا الله وحده ولا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كنسونا أن الفيديو ديليوم يكون الإعجاب ديلكم تكونوا استفتمنوا إلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله ما تنسوش اللايك